الحكومة تنفي وجود عجز في الكاميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي عدداً من رجال الكوات المسلحة وزير الصحة يلتقي مدير المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية دفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات النأب بشأن عجز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض بالأسواق والمنافذ التموينية ومن جانبها أكدت وزارة التموين على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز بكافة أنواعه مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً نأب جميع الأسواق والمنافذ التموينية بكافة محافظات الجمهورية مشيرة إلى توافر الأرز الأبيض بسعر عشر جنيهات ونصف جنيه للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بينما يتراوح سعره بالأسواق والسلاسلة تجارية من 12 إلى 15 جنيه للكيلو معبأ ومن 11 إلى 12 جنيه للكيلو السائب كما يتوافر مغزون استراتيجي من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام التقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي عدداً من رجال الكوات الخاصة ورجال المنطقة المركزية والشمارية العسكريتين وعناصر من الشرطة العسكرية ومن الكوات البحرية المزيد في التقرير التالي المزيد في التقرير التالي التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على مدار الأيام الماضية عدداً من رجال القوات الخاصة ورجال المنطقة المركزية والشمالية العسكريتين وعناصر من الشرطة العسكرية ومن القوات البحرية بدأت اللقاءات بالوقوف دقيقةً حداداً على أرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بالغال والنفيس من أجل رفعة الوطن ونقل القائد العام تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لجميع رجال القوات المسلحة مؤكداً أن القوات المسلحة كانت وستظلوا درعاً واقياً للوطن وحصناً منيعاً يصون ويحمي مقدراته ورجالها على قلب رجل واحد يدافعون عن أمن مصر بأرواحهم ودمائهم وضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار موضحاً أن رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين معظم في آداء مهامهم المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن ضد العدائيات والتهديدات المحتملة وطالبهم بالحفاظ على الروح المعنوية العالية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتلي من أجل حماية حدود مصر والأمن الداخلي للبلاد إذا تطلب الأمر كما قام الفريق أول محمد زكي بمناقشة عدد من الضباط وضباط الصف والجنود في أسلوب تنفيذ مهامهم المختلفة واستمع لأرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات معرباً عن سعادته لما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح للقادة والضباط لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومي وطالبهم بأن يكونوا قدوة لجميع أفراد المجتمع في الانضباط العسكري والتفاني في أداء مهامهم الوطنية وما يتطلبه ذلك من يقظة كاملة للمحافظة على أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه حضر اللقاءات الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة التقى وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار مساء أمس الدكتور أحمد المنظري مدير المكتب الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسطة وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ وتنول الاجتماع مناقشة تعزيز سبل التعاون في الملفات والقضايا الصحية ذات الاهتمام المشترك بين دول إقليم شرق المتوسط في ظل تحديات مواجهة التأثيرات الناجمة عن التغيرات المناخية على نظم الصحية بالإقليم